12 يوما مضت على إضراب مفتوح عن الطعام تخوضه هذه المرة المعتقلة الفلسطينية هناء شلبي من حركة الجهاد الإسلامي داخل سجن الشارون الإسرائيلي هناء قالت لمحاميها أن إضرابها يأتي للتعبير عن رفضها لسوء المعاملة الإسرائيلية لها ولسياسة الاعتقال الإداري المتكررة بحقها سيماوى أن اعتقال الجيش الإسرائيلي لها في 16 من الشهر الجاري جاء عقب الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي وقعت بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي والتي أفرج خلالها عن 1027 معتقلا فلسطينيا مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي قلعات شليط قرب مدينة جنين تشهد بلدة برقين مسقط رأس المعتقل الشلبي منذ أيام اعتصامات احتجاجية فيما أعلن والدها هنا إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا معها حركة الجهة الإسلامية اعتبرت أن إضراب المعتقل خضر عدنان عن الطعام ل66 يوما حقق انتصارا على سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية بعد قرار المحكمة العسكرية الإفراج عنها وحملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة المعتقلة هنا هذه الإجراءات الصيونية تعبر عن الطبيعة الإجرامية والعدونية لهذا العدو الصيوني واعتقد أن هذا كله إن شاء الله سينهار أمام صمود الأسيرة هنا الجيش الإسرائيلي أعاد اعتقال ستة ممن تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة الأمر الذي أكدت حركة حماس بأنه يشكل خرقا للاتفاق وفي حال استمراره ستبحث سبل الرد على ذلك في وقت طالب نادي الأسير الفلسطيني بوجوب تدخل مصري عاجل لإلزام إسرائيل ببنود صفقة التبادل الوسيط المصري تقع عليه مسؤولية استثنائية باعتباره وسيطا ساعدة في إنجاز الصفقة ثم ضامنا لتنفيذ أمين يوم الصفقة والمفروض أنه أيضا ضامن أن لا تختفق إسرائيل شروط الصفقة وعلى الإخوة في مصر أن يتصرفوا بشكل سريع جدا مصلحة السجون الإسرائيلية حولت المعتقلة الفلسطينية هنا إلى العزل الانفرادي كعقاب لها على إضرابها عن الطعام في الوقت الذي تحتجز نحو 309 آخرين تحت بند الاعتقال الإداري إعادة اعتقال من تم الإفراج عنهم من الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل الأخيرة وبينما اعتبره البعض حافزا جديدا للمعتقلين الفلسطينيين لخوض المزيد من الإضرابات عن الطعام حذر البعض الآخر من خطورة تواصل الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وسط تلويح مئات المعتقلين بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية احتجاجا على اعتقالهم الإدارية من محيط سجن عوفر الإسرائيلي غربي مدينة رمالة إيمان عرقات بي بي سي ترجمة نانسي قنقر